مع حلول الذكرى الخامسة والتسعين لاحتلال الأحواز يحيي سكان هذه المنطقة التي تعاني من التهميش والقمع ذكرى استيلاء القوات الإيرانية على الإقليم العربي عام 1925 فمنذ ما يقرب من قرن من الزمان يعاني شعب الأحواز من اضطهاد الأنظمة الإيرانية المتعاقبة التي تعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية وتمنعهم من حقهم في العيش الكريم وتكريس ثقافتهم العربية ليصل الأمر ضروته مع مجيء نظام الملالي بكل ما يحمله من عقد تاريخية وفكرية مأزومة ولعل تقارير الاعتقالات وتظاهرات المستمرة ضد نظام طهران هي أكبر دلالة على تواصل النفس الأحوازي ضد ما يصفه سكان المنطقة بالاحتلال الإيراني احتلال يتجلى بمحاولات تفريس كل ما يخص الأحواز وحضر أي شيء عن تاريخ المنطقة وثقافتها العربية ومنع الأحوازيين من حرية العقيدة والتعبير وممارسة حقوقهم المدنية وكما يجري في كل عام مع اقتراب الذكرى السنوية للاحتلال دعا مقاومون أحوازيون للمشاركة في أيام غضب عامة دعينا إلى تلاحم الأحوازيين ضد عمليات الاضطهاد الممنهج الذي تمارسه الأجهزة القمعية ضدهم لا سيما بعد اعتقال ثلاثة أحوازيين ونقلهم إلى سجون سرية دون ذكر أسباب الاعتقال وهي ممارسات اعتادت السلطات الإيرانية عليها كل عام تعتقل خلالها العشرات وتهدد مئات آخرين عبر اتصالات هاتفية بعدم التحرك أو المشاركة في أي مناسبة ثقافية أو أدبية وتمارس سلطات طهران سياسة الإرهاب والتخويف والتهديد بالسجن أو الاعدام على النشطاء الأحوازيين إذا ما قاموا بالمشاركة في أي مناسبة تمثل الثقافة الأحوازية حيث جسدت التظاهرات السلمية رغبة الشعب الأحوازي في التحرر ورفض الظلم لا سيما انتفاضة الخامس والعشرين من نيسان عام 2005 التي كانت أبرز محطات النضال ضد السياسات القمعية للنظام الإيراني ويؤكد الأحوازيون أن محاولات النظام وألعابه لتغيير التركيبة السكانية وطمس الثقافة العربية تتكسر على صمود وثبات الشعب الأحوازي الذي يسعى لليوم الذي يستعيد فيه حريته واستقلاله